بسم الله الرحمن الرحيم الأخوات والإخوة تقدم لكم وزارة الصحة والحماية الاجتماعية هذا التصريح المتعلق بالحالة الوبائية لكوفيد-19 ببلادنا لشهر دجنبر 2022 تعرف بلادنا موجة خامسة صغيرة للانتشار الجماعي لفيروس السارسكوف 2 ابتدأت منذ الأسبوع الأول من شهر نوانبر وبلغت ذروتها بعد مرور أربعة أسابيع ليشرع منحان التعفونات الجديدة في الانخفاض منذ بداية هذا الشهر حيث يعد في الوقت الحالي مستوى انتشار الفيروس ضعيفا بخمس جهات ومتوسطا بسبع جهات أخرى مع العلم أننا لم نصل إلى درجة المستوى الأحمر المرتفع خلال هذه الموجة يعني بقنا في المستوى المتوسط لانتشار الفيروس ولا يزال المتحور أوميكرون هو المنتشر والسائد ببلادنا وفي باقي بلدان العالم حيث أن الموجة الحالية نتجت عن المتحور الفرعي بيكو 1 أو بيكو 1 وسلالاته المتفرعة فوفق معطيات المختبرات الوطنية المرجعية للرصد الجينومي أصبح بيكو 1 وسلالاته يشكل 91% من الحالات المسجلة ببلادنا وكذلك تم رصد المتحور الفرعي إكس بي بي 1 الذي أصبح يشكل 4% من ما يتم تسجيلهم الحالات الجديدة في بلادنا و5% تنقسم على متحورات فرعية أخرى كلها لأوميكرون وتشير البيانات الرسمية الدولية الحالية إلى عدم وجود اختلافات جوهرية في شدة المرض بالسلالات الجديدة هذا البيكو 1 وهذا الإكس بي بي 1 لا كان خطورة أكبر مقارنة بمن سبقه من المتحورات الفرعية لأوميكرون عكس ما يتم تداوله في بعض وسائل التواصل الاجتماعي وهو كذلك ما تؤكده معطيات الرصد الوبائي الوطني حيث تتميز الموجة الحالية بالخصوص بانخفاض مهم لمستوى الضراوة والفتك حيث ولجت 49 حالة فقط ولله الحمد أقسام العناية المركزة والإنعاش وهذا رقم في ظرف 8 الأسابيع فقط 49 حالة هي التي ولجت أقسام العناية المركزة والإنعاش وهذا رقم طبعا قليل مقارنة بالمواجهات السابقة فيما توفي 13 شخصا بمضاعفات المرض رحمهم الله جميعا أي بمعدل فتك 0.9% في هذه الموجة الحالية والذي هو أقل ثلاث مرات من مؤشر الفتك اللي تسجل في الموجة الأولى ديال أوميكرون اللي كان 0.6% بخصوص الوفيات المسجلة فقد بلغ معدل سن 65 عاما كلهم رحمهم الله كانوا مصابين بأمراض مزمينة أو بهششة مناعية وليس بينهم من تلقى الجرعة اللقاحية التذكيرية وعلاقة بالحملة الوطنية التي تلقح فقد بلغ معدل التغطية بالجرعة المعززة الثالثة 18.7% من مجموع المواطنات والمواطنين كما تلقى أزيد من 57 ألف وسبعمائة مواطنة ومواطن الجرعة التذكيرية الرابعة وفي الختام فإنه من المتوقع انتهاء هذه الموجة خلال الأيام القليلة القادمة لتدخل بلادنا فترة بينية خامسة هي الخامسة منذ بداية الجائحة ستتميز عموما بانتشار ضعيف للفيروس وعليه تدعو وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص الذين تظهر عليهم أعراض تلفوسية إلى ارتداء الكمامة والتوقف عن أي نشاط مهني أو اجتماعي مع التوجه إلى المؤسسات الصحية قصد التشخيص وتلقي العلاج المناسب خاصة وأن الفترة الحالية تتميز كذلك بانتشار للفيروسات التنفسية الموسمية المعتادة كل سنة والتي كانت قد اختفت منذ أو انتشرت بشكل ضعيف جدا في السنتين الماضيتين وتذكر وزارة الصحة والحماية الاجتماعية الأشخاص المسنين أو المصابين بأمراض مزمنة بضرورة استكمال جروعات التلقيح لتعزيز المناعة ضد كوفيد الوخيم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة